بسم الله في بروتوكول فور لير نيمينج ده عشان تسمية الليرات تبع اليوكي طبعا ده خاص بلو انت شغال على الكاد او لو شغال على اي سوفت وير وعايز تصدر الكاد فممكن تسفاد منه تشوف طريقة التسمية الليرات تبع عاملة ازاي يعني هنا بقسمها رول يعني ارتكشور ولا سراوكشور ولا كاسفكيشن ولا كابريسنتيشن دسكريبشن فيو اختياري لو انت عايز اه هنا مسلا رول لو انت ارتكشور اخذ حرف الاي لو انت مسلا هتقدرين هتاخد دي لو انت الايكتريكل حسب اللي عندك فممكن مسلا فرق الارم ياخد اي اف لايتنج اي اي ال البروتوكشن اي بي اه لو انت مسلا ميكانيكل هتبدأ شوف مثلا الام اي الامي دابليو الامي اتش وامي في حسب الحاجة اللي انت شغالها الفيلت تبدأ بقى ما شوف هل انت شغل اه 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 دي اس بيس لاتب اس ال ولا اي 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 ولا سيستم يعني الفكرة كلها طريق تسميه اللي ربنا يطفين عليها عشان ما فيش هتكرر فيه دول كتيرة او بتاخد بالكوت دوت فانت بتشوف الكوت دول اللي انت بتعمل لها الشغل يعني لو انت إذا كنت تشغيل في الامارات تبدأ تشغيل هل هم مشغلين بكود دوت ولا كود تاني لو أنت موجود في مكان ما يوجد كود موجود تسعين بالكود دوت في تسمية الروت